هل هناك قلق في مصر من صعود السلفية؟ ما هو دور السلفيين في قضية الفتنة الطائفية في مصر؟ لمناقشة صورة السلفية يواجه صحافة دكتور صفوة حجازي أمين عام رابطة أهل السنة ودكتور حمد العثمان المدرس بكلية الشريعة في جامعة الكويت والأستاذ بدر العامر الباحث في الحركات الإسلامية بسكم الله والخير دكتور صفوة منذ نجحت الثورة المصرية والحديث عن السلفية في مصر لا يتوقف وكأنها شيء جديد الحركة السلفية في مصر شيء جديد؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وإذا تكلمنا عن السلفية في مصر كمعتقد وكمزهب يتبع أو يختار الاختيارات الفقهية أو الاختيارات العقدية للإمام أحمد بن حنبل فهنقول أنها قديمة في مصر قدم الإسلام وقدم وجود مزهب الإمام أحمد بن حنبل لكن إنها حركة سياسية أو حركة تهتم بالشأن العام فهي أيضا ليست قديمة في مصر في أشيخ محب الدين الخطيب وقصيد الدين الخطيب قصدك ليست جديدة؟ ليست جديدة في مصر وهي قديمة من الأربعينات موجودة في مصر أو من العشرينات كمان وهي ليست شيء جديد على مصر إطلاقا لكن الذي حدث في الفترة الأخيرة أنها ككل الطيارات الإسلامية في مصر وككل الطيارات المعارضة في مصر كانت مكبوتة في ظل النظام السابق كبتا شديدا فمع الحريات ومع الصورة ومع هذه الأمور ومع ظهور الفضائيات وكثرة الفضائيات بدأ الشكل السلفي يتضح وبدأت المحاضرات والمؤتمرات في الشوارع في الصحافة وبدأ يعني كم ضخم من الحريات امتدادها في المجتمع المصري السلفية هو المجتمع المصري سواء إذا كان مجتمع مسلم أو مجتمع مسيحي لا ينكر أحد أن الدين مقوم أساسي من مقومات الإنسان المصري والدعوة السلفية منتشرة في المجتمع المصري لا ينكرها أحد لا يوجد زقاق ولا حارة إلا فيها تواجد للدعوة السلفية خاصة أن الدعوة السلفية متميزة في هديها الظاهر يعني أنت يمكن أن ترى رجل من الإخوان يسير في الطريق لا تعرف أن هذا من الإخوان ترى رجل صوفي يسير في الطريق لا تعرف أن هذا صوفي لكن بمجرد أن ترى هذا الرجل بهيئته بهديه الظاهر تعلم أن هذا سلفي ولذلك هي ظاهرة ظاهرة جديدة ولكن من الظهور نعم دكتور حمد السلفية في مصر وقفوا مع الثورة وتبنوها وخرجوا إلى ميدان التحرير مع أن السلفيين لا يؤمنون بالتثوير ولا الخروج على الحاكم وليس لهم هذا النشاط السياسي كمان الحركات الإسلامية الأخرى كيف أن تتفسر هذه الحمد لله والصلاة والسلام والسلام والكلام متواصل مع كلام الأستاذ الصفوة السلفية ربطها بالإمام أحمد بحنبل أو الإمام حمد عبدوها أعتبر هذا التأصيل عند بعض المنظرين ناقص وقاصر السلفية هي دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك دين أحمد بحنبل ودين عمة السلف ودين إمام حمد عبدوها هو عقيدة الصحابة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد من أشهر علامات السلفية وعقيدتها وصحتها ووضوح منهجها أنها متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك قال إمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام أو سلف فمن هنا الكلام في السلفية هو كلام في دين الله الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه ولذلك الإمام أحمد عقيدته أيضا متوارثة عن من قبله فشيخه هو الشافعي وشيخ الشافع الإمام مالك وهكذا كل أئمة السلف عقيدتهم مأخوذة عن أبناء التابعين عن الصحابة فالموضوع المهم في هذا الموضوع في قضية مصر مع السلفية مع مفهوم الحنابلة مع مفهوم الوحابية هو أنهم يظنون أنها مرحلة تاريخية ظهرت بظهور دعوة إمام أو كذا هو هؤلاء أما مجددون هؤلاء أما اصطفاهم الله عز وجل لكن هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هذه الحرب الآن التي نجدها في مصر أو في غيرها من أنحاء المعمورة على السلفية هي حرب بدأت من عهد النبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث شوهوا دعوة قالوا ساحر أو مجنون كذلك الآن نجد حتى في كل حرب هي سواء عقدية أو حتى سياسية قلب الحقائق المبطل يريد أن يقلب الحقائق فنجد مثلا الآن حتى في واقعنا السياسي الذي نعيشه الآن فلسطين محتلة واليهود هم الإرهابيون اليهود بإعلامهم وبحلفائهم في الغرب قلبوا الحقائق جعلوا فلسطين هم الإرهابيون ونجد أيضا في البحرين الآن سعى أولئك الأشرار لقلب النظام ولزعزعة النظام ولقتل المدنيين وإرهاب العسكر وقتل العسكر ثم لما جاء النصر والتدخل لصالح استقرار دول الخليج والبحرين أيضا التي هي جزء من اللحمة الخليجية طوال العهد التاريخي الخليجي قوة درع الجزيرة لما دخلت قالوا الآن هذا احتلال أضحكونا حقيقة أحيانا قلب الحقائق يكون فرية عظمى لا يقبلها عقل يعني المحتل هو الذي يحتل الجزر الإماراتية إيران هي التي تحتل الجزر الإماراتية المحتل هو الذي يحتل الأحواز منذ عهد الشاه إلى اليوم دول الخليج أخوتهم ليست مجرد لعب كرة في كأس الخليج إنما هي لحمة واحدة في العقيدة وفي الأخوة وفي الجوار وفي كل شيء فهناك قلب الحقائق أنا أريدك أن تجيب على السؤال اللي سألتك لماذا السلفيين موقفهم في مصر من الثورة؟ مع أن هذا يتناقض مع عقيدة السلفيين السلفيون أنا في توصيفي للواقع ما خرجوا على الحكومة في أحد حسني ولا خرجوا بالثورة باعتبار كيانها الموجود وبالأكس أنصار السنة وغيرهم تكلموا ضد قضية التهيج والشارع لكن ما حصل في مصر كل كتل الشعب المصري خرجت لكن هنا تقييم السلفيين للواقع هو هذا الأهم لأن الثورة ما كانت باختيار السلفيين ولا كانت برغبة السلفيين ولا كانت بإرادة السلفيين شارك فيها الكل والأخوان المسلمون جزء من من شارك وليسهم كل من شارك وليس كذا يعني دخل فيها نصارى دخل فيها الممثلون دخل فيها كل يعني كذا لكن موقف السلفيين كان واضح في الإحجام عن هذا لأنه يتنافى مع عقيدة الخروج على الحكام والأمر الآخر هناك كواليس يهودية وأمريكية توجب للسلفيين ولكل غير على أمة أن يحذر أي تدخل أجنبي فوائل غنيم معروف هو المدير الإقليمي لشركة جوجل ومسؤوله كوهين اليهودي وجاء كوهين اليهودي ومعواء الغنيم إلى القاهرة وبدأت الثورة هيلاري كلينتو نفس الشيء كانت بعد إذنه هيلاري كلينتو كانت تصرخ ضد حسني وهي التي أيضا كانت ترى أصلاً النظام هذا النظام حسني هو أفضل نظام لمصر كأنه ما في معايير ومعايير هي المصلحة لمصر معايير صلاحية انتهى عند الأمريكان خلاص بدهم يغيروا الوضع أو تقسيم جديد للشرق الأوسط بدهم يغيروه فلذلك طول هالمدة كانوا عندهم حسني ونظام حسني أفضل نظام لأنه يقمع الدعوة فهيلاري مع وائل غين مع كوهي دكتور حمد دكتور صفوة يرد عليك قضية الدكتور حمد لما يؤصل للدعوة السلفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تأصيل علمي في القضايا العلمية لأن الإخوان المسلمين هم دعوة سلفية الصوفية يزعمون أنهم دعوة سلفية كل هؤلاء يزعموا أنهم دعوة سلفية الأحناف بعقيدتهم أبو الحسن الأشعري بعقيدتهم الماتردية بعقيدتهم كلهم يزعمون أنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا لما أقول أن اختيار السلف لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل هذا بعد الإمام أحمد بن حنبل وهذه البداية التي نسميها البداية الحركية وكان في عصر من العصور ينادون في بغداد المظاهرات والخناقات والمشاجرات بين الأحناف وبين الحنابلة اليوم حنفية حنفية ليست حنبلية ولا فهذه قضية الأولى النقطة الثانية موقف السلف في مصر من الثورة حقيقة ليس كما يقول الشيخ وأهل مكة أضرى بشعابها السلف في مصر أو علماء السلف في مصر انقسموا أقسام عدة في هذه الثورة منهم من حرم ومنع بل قال هذه كبيرة نازلة نعم لا يمكن ومن خرج فهو معتزلي هو خارجي هو هو هذا قسم من العلماء وأسماؤهم معروفة واعفوني من طرح الأسماء نعم القسم الثاني منع وحرم وأساء الأدب يعني قسم منع وحرم علمياً وقسم منع وحرم وسب وقسم كان واضحاً من البداية وقال هذا ليس خروجاً على الحاكم ودعا إلى هذه الثورة وهؤلاء انقسموا قسمين قسم أجازة وأباحة ولم يخرج لأسباب قد تكون صحية الأسباب عنده وقسم منهم خرج وكان موجوداً في الميدان في ميدان التحرير من أول يوم ومن علماء السلف الكبار في مصر وقسم رابع سكت سكت تماماً وإلى الآن ساكت وقسم خامس أمسك العصى من مصر كان في البداية يعني متردد هكذا ثم لما مالت الجبهة ومالت الكفة إلى بيّن النصر قال الصورة فهذا هو موقف السلف أو علماء السلف في مصر من الصورة النقطة الأخرى قضية وائل غنيم وهيلاري كلين هذا كلام لا يقوله أحد إطلاقاً الصورة المصرية لا علاقة لا باليهود ولا بأمريكا بها إطلاقاً تماماً ولا أقبل أن يقال هذا الكلام على الصورة المصرية أبداً هذا أول مرة أسمع هذا الكلام الصورة المصرية وائل غنيم شاب لا علاقة له باليهود هو موظف في جوجل وليس هو صانع الصورة صح ولا علاقة له بالصورة إلا أنه شاب من الشباب حشد الناس حشد الناس لم يخشد وليس له علاقة شيء خلي دقيقة الصورة المصرية لم تكن صورة في البداية إحنا ما خرجنا لصورة ولم يتوقع أحد أبداً أنها صورة وهذا الكلام يعني غير مقبول إطلاقاً أن تتهم الصورة المصرية أو يتهم أحد شارك في الصورة المصرية كوهين ولا هيراري كلينتون ولا شيء من هذا هذا كلام مرفوض تماماً وغير مقبول لكن أنا أبغى أسألك يعني الآن هذا الهجوم على السلفية في مصر هل هو ناشئ يعني من مسألة الثورة وما حصل فيها من التقسيمات التي ذكرت أم أنه ناشئ من خلاف بين السلفيين والسلوك المصري العام وإن شئت التقاليد المصرية في مسألة العزاء والقبور وأنت تعرف هذا نعم من أين جاء هذا دعني أقول لك الهجوم على السلفية في مصر ليس له علاقة بموقف السلفية من الصورة إطلاقاً لكن له علاقة بأمر أساسي وأمر فرعي أيوة الأمر الأساسي هو هجمة شارسة من الليبراليين والعلمانيين على الإسلام وليس على السلفية هذا الهدف الأساسي أو السبب الأساسي السبب الثاني وأنا أعتبره سبب فرعي هو الذي ذكرته حضرتك وهي العادات والتقاليد المصرية العامة الأعداء الإسلام كان لهم في النظام القديم فزاعة يريدون أن يرهبوا الناس من الإسلام ليس من طائفة معينة أو فرقة معينة لا يريدوا أن يصل الأمر أن الشعب المصري يخاف من الإسلام يخاف من حكم الإسلام يخاف من الإسلام من الحكم بالإسلام من الإسلام والحكم الإسلام من الحكم بالإسلام في البعض يقول كذا يرى الحكم والبعض يرى الإسلام الإسلام مطلق مطلقة وأنا أظن أن هؤلاء هم الأغلبية ففي العهد القديم لابد من الذي يمثل الإسلام أو الحكم الإسلامي في العهد القديم كان الإخوان فكانت الحملة على الإخوان المسلمين لوحدهم لوحدهم هذا هو الإسلام السياسي هذا هو حكم الإسلام انظروا ماذا لو جاء الإسلاميون وحكموا ماذا سيفعلون وماذا ماذا وكانت الهجمة منصبة على الإخوان المسلمين في النظام الجديد بعد الثورة أصبح كل من يستخدم أداة من الأدوات التي كانت في العهد القديم يتهم أنه من فلول النظام فإذا استخدموا فزاعة الإخوان سيتهموا أنهم من فلول النظام فلابد أن يبحثوا عن شيء جديد يخوفوا به الناس من الإسلام أو من الحكم الإسلام فكانت فزاعة السلف ولذلك هذا من وجهة نظري هو السبب الأساسي والرئيسي ثم أننا أيضا كإسلاميين أو كدعوة سلفية ببعض التصرفات أعطيناهم فرصة أعطيناهم فرصة أن يسلطوا الضوء ويتهموا الإسلاميين وهي تصرفات يعني سأتي على مسألة الطائفية سأتي عليها دكتور صفوت أنت في هذا الموضوع ما هي تأثيراته في رأيك أنت اليوم ما المقصود به؟ ما الأهداف منه؟ ربط السلفية في مصر بالسعودية؟ ربط بعض السلفيين بالسعودية؟ أولا أنا أتعجب أيضا من قول الدكتور حمد بإصراره على ربط السلفية بالسعودية هو في البداية قال أن السلفية أنا قلت أنها جزورها التأصيلية وإذا بدأنا من عهد الرسول هو قال عهد الرسول وأنا أقول للجميع من عهد الرسول ثم جاء بعد ذلك الشيخ وجعلها إلى محمد بن عبد الوهاب ورسبها إلى الدعوة الوهابية وأنا أرى أن الدعوة الوهابية هي جزء من السلفية وليست هي كل السلفية إطلاقا فالدعوة السلفية في مصر ليست لها علاقة بالدعوة الوهابية إنما هي لها علاقة باختيارات الإمام أحمد أو اختيارات أهل السنة والجماعة في العقيدة وممتدرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ابتداءا الأمر الذي تسأل عليه الذين ينسبون الدعوة السلفية في مصر ويتهمون أهل السلف في مصر بأنهم يوالون المملكة أو أنهم يطلقون دعما من المملكة دول قسمين القسم الأول هم مجموعة من الحاقدين الذين يريدون أن يوجدوا تهما بأي شكل كان بغض النظر يبحثون عن تهم يبحثون عن تهم وهؤلاء كثر فهم وجدوا هذه تهمة تطعن في ولاء السلفية وهذا غير صحيح إطلاقا في مصر الفريق الآخر هم مجموعة من النصارى الذين يستقوون بأمريكا ويستقوون بالخارج ونحن في مصر نرفض هذا تماما بل أنني أقول أن من استقوى بالخارج مسلما كان أو نصرانيا يحاكم بتهمة الخيانة العظمى فهم أرادوا أن يتهموا مجموعة من المسلمين بأنهم أيضا يستقوون بالخارج فوجدوا هذه إذا كان النصارى يستقوون بأمريكا فوجدوا هذه طاب السلفيون يستقوون بالمملكة العربية السعودية وهذا غير صحيح إطلاقا بل هناك شيوخ من كبار شيوخ السلفية في مصر يختلفون يخالفون كبار شيوخ في المملكة العربية السعودية في مسائل كثيرة ويعني لا علاقة إطلاقا بولاء الدعوة السلفية في مصر للمملكة العربية السعودية ولاء الدعوة السلفية في مصر هو للإسلام أولا الإسلام السني أولا ثم لمصر ثانيا وليس لها أي علاقة بالولاء للمملكة العربية السعودية إلا من باب العلاقة الولاء لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم دكتور صفوت السؤال اليوم هو هل يعني الأخوان المسلمين كانوا في عهد مبارك يمنع أن يقوم حزب ديني فساروا خطوة إلى الأمام وأنشأوا حزب مدني هل تتوقع أن الحركة السلفية في مصر ستمضي في السياسة وهي تزهد بها على مدى العقود الماضية أنا لا أدر أنتم لا تعلمون هل هي مفاجأة أن تعلموا أن الحركة السلفية أنشأت حزبا اسمه حزب النور خلاص هذا حزب سلفي يعني هذا يتبعهم هذا أنشأه دكتور ياسر برهامي المدرسة السلفية السكندرية كيف تفسر هذا أنشأت حزبا أو يعني اسمه حزب النور وتكتب كده أول حزب سلفي في مصر وأنت ترى هذه الخطوة كيف تفسرها أنت حقيقة أنا شخصيا أبارك بشدة دخول السلفيين في المعترك السياسي إذا تكلمنا وقلنا أن السلفية تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امتدادها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام أحمد بن حنبل وتلاميذه ثم ابن تيمية ثم محمد بن عبد الوهاب كل هؤلاء مارسوا السياسة وكان لهم نظريات سياسية وكان لهم حركات سياسية قوية فكون الدعوة السلفية تنحصر وتتقوقع ولا تمارس السياسة ولا تدخل السياسة أنا أرى أن هذا نوع من أنواع الخلل محب الدين الخطيب وقصي الدين الخطيب لكن السلفية في السابق دكتور كان الشيخ سلفي لكنه ليس أميرا لا ليست هناك أبواب الإمارة هذه لا أنا أقصد الأمير بالمصطلح لكنه لا ممكن يكون رئيس أنا أقصد الأمير بالاستلاحة يعني أنه الحاكم لا يكون شيخا لا يستشعر أنت أفهم هذا لا يفزع المصريين أن هناك دولة دينية لا الدولة الدينية نحن في مصر الآن نحاول أن نفض هذا الإشكال هناك من يشوش على هذه المصطلحات يتكلمون عن الدولة الدينية بالمعنى الثيقراطي المسيحي النصراني في الدولة الوسطى أن الحاكم يحكم بالحق الإلهي معصوم لا يخطئ لا يحاسب لا يعاقب لا يعزل هذه نوضحها أنها ليست موجودة في الإسلام إلا في حالة واحدة إذا كان الحاكم هو النبي لا هذا موضوع مختلف نعم نحن نقول لهم أما من قال بهذه الدعوة الدولة الدينية الثيقراطية فغير موجودة هذا غير موجود في الإسلام بل إذا خرج مسلم ونادى بهذه الدولة فهو يأثم نحن نفهمهم أن دولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنهم أجمعين هي دولة مدنية تحكم بالشريعة الإسلامية دولة مدنية أي ليست دولة عسكرية دولة حديثة بالمعنى المدني الحديث دولة ليست عسكرية وليست بوليسية وتحكم بالشريعة الإسلامية هذه الدولة لكن في مصر يا دكتور هناك مسيحي وهناك يهودي وهناك لا ديني هذا ما أخذهم عليك شوف يا شيخي الشيء العجيب جدا أن هؤلاء الناس لا يقرؤون التاريخ مصر تحكم بالشريعة الإسلامية كاملة منذ دخول الإسلام إلى مصر حتى عام 1870 1870 وقت أن بدأت المحاكم المختلطة في مصر كانت هناك المحاكم الشرعية كل المحاكم في مصر هي محاكم شرعية وتطبق الشريعة الإسلامية حتى عام 1870 1300 سنة ومصر تحكم بالشريعة الإسلامية وفيها اليهود ليست النصارى فقط فيها اليهود وفيها النصارى وفيها من المسلمين العدد وقبل أو في بداية الفتح الإسلامي كان هناك من يعبدون آلهة الفراعنة أمون ورعوة أتون وكانت تطبق الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية ألغيت رسميا عام 1955 من الميلاد بعد الثورة لما حكم الشيخ الفيل على صلاح نصر والجمال نصر بحكم شرعي في مسألة طلاق جميل فلماذا يقولون كيف تحكمون بالشريعة الإسلامية وعندنا النصارى وعندنا اليهود حكمت 1300 سنة ولم يكن هناك أي إشكالية إطلاقا ما هو رأيك أنت يا دكتور حمد في موضوع أن السلفيين سيبدأون يدخلون في تشكيل الأحزاب السياسية والدخول فيه والله بالنسبة لمصر الآن الوضع يختلف عن مقيم الدول العربية لأن مصر الآن ما في حكومة والجيش دعا إلى انتخابات لتأسيس حكومة جديدة فواجب المسلمين عموما ولا ينحص لا في سلفيين ولا في إخوان لأنه عندنا أصلا الغالب العام من المسلمين على الفطرة وعلى الإسلام وواجب المسلمين جميعا قيام دولة إسلامية في ظل عدم وجود حاكم واجب تنصيب حاكم يحكم بالشريعة الأخ ياسو البرهامي وشيخهم الشيخ أحمد محمد السماعيل نعرفهم من أخواننا في الإسكندرية ولنخلط معهم من قديم يعني وبعضهم يعني وهم جزء من الدعاة اللي في مصر وليس كل الدعاة في مصر وكذلك أخوانهم جزء من الدعاة في مصر وليس كل الدعاة في مصر فواجب الجميع في مصر مصر أمانة مصر الآن تعتريها تهديدات تتعلق بسيادتها وأمنها وحكمها للإسلام كما حصل لكل الدول الإسلامية الأخرى ليست بمنع عن الأخطار السودان تقسمت في ظل الثورة مصريا شغلنا عن تقسيم السودان وقتطع جزء من أهم أجزاء السودان الجنوب في وقت الثورة المصرية التوقيت أيضا كان خطير الشيء الآخر الأخطر ما يعتري مصر الآن هو عسكرة التعليم المصري نجد البنتاجون اخترق بعض الجامعات في مصر وهذا موثق أيضا نحن لا نقول شيء لموثق وعارفينه البنتاجون يدعم الجامعة الأمريكية بالقاهرة لكتابة تقارير للبنتاجون وهذا إذا بدأ وإذا هيمنت الأمريكا بكوادر مصرية أو بوسطاء للهيمنة على التعليم في مصر وعلى الجيش يدعم بمليار ونص وكل شاهد تعليق رئيس نركان الأمريكي مايك كولين بعد الثورة وأدعو الجميع أن يسمع لهذا أساسي أعرف حقيقة ما نقول أستاذ بدر أنت ما رأيك في موضوع يعني انخراط السلفيين في أعلى أحزاب السياسية والدخول فيها أولا السلفيين إذا كانوا مكونات مجتمع المصر في المرحلة الجديدة أن يمارسوا السياسة كما يمارس غيرهم لكنهم لا بد أن يمارسوا السياسة بشروطها وهذا يحتاج حقيقة إلى مزيد من الوعي ومزيد من الفهم لأن دائما السياسة الآن لها ظروفها العالمية المفاهيم القديمة في السياسة ليست مفاهيم الحديثة الآن الناس تعيش في تكتلات السياسية وتكتلات اقتصادية وموازين قوة ومقتضيات مرحلة وصراع منطقة وغير ذلك فالقفزة مباشرة من الممانعة عن السياسة ورفضها وأحيانا الوقوف أمامها إلى القفز مباشرة للسياسة أنا أعتقد أن هذا سوحدث نوع من الربكة في داخل التوجه السلفي وهذا يدلنا على أن يفهمون أن مفهوم السياسة في هذا الوقت هو القدرة على امتلاك السلطة أو القوة وهو الموازنة في مسأة الاعتماد على القضايا الكلية في الشريعة أكثر من قضية الأحكام الخاصة وأن الممارس السياسي أحيانا إذا كان في مقام الفاعل السياسي يختلف عن ممارسته إذا كان خارجا وأن سيدرك السلفيون وغيرهم أنه لما يكونون في مكان الفاعل السياسي لن يختلفوا بعيدا في تصرفاتهم عن تصرفات أي حاكم للحكام لأنهم سيجدون هناك ضغوطات سياسية هناك ضغوطات عالمية هناك موازين قوة وهذا يجعل أن التوجه إلى هذا سيفرض عليهم في رأيك تغيير سيفرض عليهم تغيير فكري في المستقبل وترحل كبير وخلقها لداخل المفاهيم السلفية داخل مصر لأن الإنسان الذي ينظر إلى الأمور من بعيد غير لما يدخل في عمقها ويمارسها وأنا أعتقد أنهم هذا انعكاسه جيد بيصير على السلفية في المنطقة سيؤدي إلى نوع من النضج داخل التيار السلفي فيما يتعلق بالممارسة السياسية أما الأخوان مع أنه غير محروم هو هذا التيار يعني هو قريب من أقام دولة وليس محروما ليس مقصد لا بسبب مفاهيم السلفية الآن وخاصة نحن الآن في زمن الديمقراطيات وفي زمن التعددية وفي زمن الحريات وفي زمن هذه مفاهيم أصبحت مطلقة في السياسة العالمية والذي يريد أن يدخلها لابد أن يدخلها بمفاهيمها وقواعد لعبتها ولا يمكن أن تأتي إلى مشهد من مشاهد السياسة ثم تفلط علي قواعدك أنت قد تفرضوا بالقوة إذا استخدمت العنف لكن في المراوحة المدنية لا يمكن أن تفرض مفاهيمك الخاصة وهذا سيجعل السلفين على محك في مسألة المراوحة السياسية وأن الإنسان لا يمكن أن يمارس سياسي وهو لابس جبتها فقيه كما أن السياسي الآن لا يمكن أن يمارس سياسي وهو يلبس جبتها داعية وهذا الأمر هو الذي سيحدث نوع من النطج لكن أتوقع أن المستقبل السلفية في مصر إلى العشر سنوات القادمة سيكون حالة الصراع ومخاض كبير للوصول إلى مسألة النطج والوعي السياسي بينما الأخوان هم يمارسون هذا الدور من ستين سنة ومروا بأطوار كثيرة من المراجعة الأشياء والتحالفات إلى درجة أنهم الآن ينشئون حزب ويجعلون نائبه قبطي مثلا هذا ما تم ممكن السلفين يصلوا إلى هذا المستقبل أنا أرى المسألة على الدكتور صفوات ما رأيك يا دكتور صفوات أنت تفضل لا علاقة إطلاقا بين الصورة المصرية ترى يمكن يعاني من زخم ثورية الآن لذلك أنا جاي من ميدان التعليير على هنا ومحمول على الكتاب بس جاي بس جاي نمتيل الثورة المصرية لا علاقة لها إطلاقا بتقسيم السودان هذا كان قبل الثورة المصرية قبل كثير تقريبا أو بسلاث شهور لا بس اختلط عليها الأمر لا بس اختلط عليها الأمر لا بس اختلط عليها الأمر لا بس نطلع للموضوع لا عيد عن الهدف التقسيم النقطة الأخرى قضية اختراق التعليم والبنتاجون وعلاقة بالجامعة الأمريكية هذا كله كان في النظام السابق ولن نسمح به وجاءت هيلاري كلينتون إلى ميدان التحرير لتقابل شباب الثورة ورفض شباب الثورة مقابلتها هذا صحيح بل رفضوا دخولها إلى ميدان التحرير ولم يتدخل إلى ميدان التحرير إلا بوساطة المسؤولين هذا صحيح أبغى أخذ رؤيتك في موضوع السلفيين الذي أشار له الأستاذ بدر كيف سيتصرفون الآن السلفيين الآن يؤسسون للحزب وأنا أتوقع أن هذه سيتغيرون سيتغيرون بالتأكيد والسلفيون الآن ينصقون مع الإخوان مع الإخوان المسلمين في الدوائر الانتخابية وسيترشح من السلفيين الكثير بالاتفاق مع الإخوان ومع الطيرات الإسلامية الأخرى وسيكون أعضاء في البرلمان هذا سيكون في مصلحة الإسلاميين إذا هذا الالتحام ولا ضدهم لأن الآخرين سيحسمونهم جبهة لا أنا أرى وهي جبهة ويجب أن يتضح أن الإسلاميين جبهة لأن الليبراليين والعلمانيين جبهة لماذا هم يتجبهون ونحن لا نتجبه لا هي جبهة نعم وستكون جبهة قوية إن شاء الله ولكننا لن نحكم بالحق الإلهي لن يحكم الإسلاميون بالحق الإلهي وأنا أرى أن الدعوة السلفية ستتطور سياسيا وبزخم سياسي بأسرع مما يتصور يعني شيخ بن أظن قبل عشر سنوات لأنهم من الآن خلال سلس شهور بدأوا يتغيروا لو أنك قرأت فتاوى في من كانوا يحرمون الديمقراطية والانتخابات تجدهم الآن يترشحون للانتخابات هذا ليس عيبا وليس قلة فهم لكن هذه فتوى وتغير الفتوى بتغير وقت انتهى وقت انتهى الدكتور صفوة حجازي شكرا جزيلا لك الدكتور حمد العثمان شكرا جزيلا أستاذ بدر العامر أشكرك شكرا لكم جميعا شكرا لكم